في مسيرة البحث عن نبض العراق العربي لم تتوقف رحلات الدبلوماسية في المحيط العربي في الآوينة الأخيرة فالنهج الذي بدأت تتبعه بغداد بات واضح المعالم مع الحراك العراقي العربي الأخير سيما فتح الملفات التعاونية في الاقتصاد والاستثمار منها ما جرى مؤخرا بين بغداد وعمان والقاهرة للبدء بمشروع الربط الكهربائي والمدينة الاقتصادية ووضع نواة مشروع المشرق الجديد الخليج هو الوجهة الأكثر أهمية في برنامج الحكومة الاقتصادية والأمني اتضح منها جلوس على طاولة واحدة بمسافات قريبة في التفاهمات والتطور في العلاقات ومنها زيارة الأخيرة إلى العراق حيث تربطها معه أهدافا مشتركة السعودية والعراق التي فتحتا خطوط التواصل بدءا بمعبر عرعر وانتهاءا بتطوير الخطط الأمنية لمواجهة عصابات مسلحة الطريق أخضر أمام الحكومة العراقية مع البيت الخليجي ليس فقط بالاهتمام في زراعة خمسين مليار شجرة ضمن مشروع الشرق الأوسط الأخضر إنما بزراعة تعاون حقيقي يلمسه الشعبان العراقي والسعودي اليوم تتجه الأنظار إلى الرياض حيث الزيارة التي يجريها الكاظمي للقاء مرتقب مع الملك سلمان وولي عهده بحسب المصادر الحكومية التي كشفت عن فحواها بما يتعلق بالاستثمارات السعودية والتهديدات التي تواجه الرياض من الأراضي العراقية تأجلت الزيارة في أكثر من مناسبة لكنها حاضرة في الأذهان العراقية السعودية وهي هدف مشترك يسعى من خلاله العراق إلى تحويل التوقعات إلى حقائق على الأرض تنهي زمن الجفاء الذي وضعه الإرهاب وفوضى السياسة وتناحر على الساحة العراقية رهينة العزلة وتجفيف منابع الدبلوماسية بين الأشقاء